عندي ابن عم تتوفى وعندي ابن خالة تتوفى استشهد ما تتوفى بس بتسمع صوت قصف وما بتعرف إذا أهلك أصلاً موجودين على الحياة أو لا كل العالم اتعاطف مع هرشيما ولحد الآن متعاطفين معها إحنا اللي قاعد بيصير فينا هلا أسوأ تجاوز القنبلة النووية وكأن البيت بالضبط قصفوا جنبها تماماً إحنا أصلاً شابهم مش عايشين إحنا شابهم ميتين هو لأنه إنت ما بتقدر تكون قاعد سليم وإنت ما بتعرف إذا أهلك بخير أو لا هلا أنا صرت بتطمن بحكي ما حدا من أهلي وبسألهم إذا اتطمنتوا على الباقي أو لا لأنه إذا أنا بقدر أوصل غيري ما بيقدر يوصل اسمي بريأ الشيخ أنا طالبة فلسطينية التحقت بالمنحة المغربية من 6 سنين درست هنا الإجازة والماستر أنا من غرب غزة حالياً صر لنا وقت طويل يعني هلأ اليوم تقريباً 25 في الحرب طبعاً الأوضاع كانت جداً صعبة أول يوم كان الوضع أنه فرحة وحسنها شوي بانتصار بعدين صرت الأحداث كل يوم عن يوم تكون أسوأ بكتير من أول شي قطعوا الإنترنت قطعوا الكهرباء كان نقطع الكهرباء تدريجي لأنه كانت الوقت تنقص بشكل تدريجي بفلسطين لحد ما نقطعت الكهرباء بشكل نهائي عائلتي تقريباً نقطعت تواصل بيني وبينها يومين كاملين زي من كل العالم بيعرف ومش بس بيني وبين عائلتي بيننا وبين أي شي بيصير بفلسطين يعني إحنا كنا بس قاعدين قدام الأجهزة أجهزة التليفون وأجهزة التلفاز بنتابع وبنشوف أنه القصف في كل مكان في غزة القصف في الشمال وفي الغرب وفي الجنوب وما بنعرف أي شي لا القصف في أي منطقة ولا بنعرف إذا أهلنا كويسين أو لا كانت مع كل ثانية بتمر إحنا ما بنعرف أصلاً ما في شعور بيوصف أنه البني آدم يكون قاعد ما بيعرف إذا عائلته وأهله وأهل بلده شو قاعد بيصير فيه بس بتسمع صوت قصف وما بتعرف إذا أهلك أصلاً موجودين على الحياة أو لا وقت اللي رجع الاتصال كنا بس بدنا نسمع إذا أهلنا بخير أو لا بس بدنا نسمع صوتهم هم عايشين أو لا أصلاً فما قطعت الإنترنت هلأ تبقى سامع أنه مثلاً في قصف في منطقة معينة وما بتقدر تتواصل لأنه من بعد ما قطع الإنترنت بغزة صار الاتصال جداً ضعيف كان لحد هلأ الإرسال جداً ضعيف يعني من بين أربع ساعات تقعد تتصل فيهم بشكل متواصل مع أي حدا بدك تتطمن عليه مرة أو ممكن ما تلقط يعني ممكن أصلاً تقعد يوم كامل بتتصل وتتلقط معك المكالمة مرة واحدة تقدر تحكي فيها مكالمة تتطمن إذا هم بخير أو لا هلأ أنا صرت بتطمن بحكي مع حدا من أهلي وبسألهم إذا اتطمنتوا على الباقي أو لا لأنه إذا أنا بقدر أوصل غيري ما بيقدر يوصل وبس أنا أتواصل مع حدا لأنه إحنا يعني يعني عندنا أكتر من شخص مغترب بالعائلة فإذا كنت أنا توصلت مع حدا لازم أعرف كل حوالي إنه أهلي بخير عندي ابن عمتي توفى وعندي ابن خالتي توفى استشهد ما توفى واحد في البداية وواحد في منتصف القصف عادي كانوا قالوا لهم إنه توجهوا لجنوب قطاع غزة وكان عادي زي أي شخص مدني بده يتوجه للجنوب وبده يبدع عن القصف ففي هذاك الوقت وهو بيستنى السيارة تيجي تاخده القصف وحالياً يعني أنا حكيت لك عن أشخاص مقربين بس عندنا بالعائلة أشخاص خمسين يعني النسب أنا بيننا وبينهم نسب بتلاقي خمسين شخص فقد من عائلة عائلة تانية كانوا كل العائلة راحت إلا طفل واحد أو أشخاص قليلين جدا فالوضع كتير صعب فاطمة أبو عمشة قطاع غزة بدروس موستر هون في الرباط في جامعة محمد الخامس اللي من 2019 في المغرب يوم 19 عشرة في الصباح قصفوا في نفس المنطقة اللي إحنا فيها كأن البيت بالضبط قصفوا جنبها تماماً انقطع التواصل ما عرفتش إيش عندنا أو هذا فبعدين سمعت في الأخبار أنه يعني جندنا تماماً كانت صدمة كبيرة لأنه المدينة هذه عند الواد المكان اللي حكوا أنه آمن كانت صدمة لأنه المدينة اللي إحنا ساكنين فيها على وجه الخصوص يعني مدينة الزهرة المدينة هذه من 98 يعني قديمة ولا أعتقد أنه أي من الساكنين فيها لا هو عسكري ولا أي شيء اللي تم قصفها تواصلت معها اللي بعد يومين ما كنتش أعرف إنه إيش اللي صار أو هذا عرفت السيناريو اللي صار يعني كانت السيعة ما يقارب 11 بالليل خرجوا أصغار يعني أربع عائلات الموجودين في الدائر لأنه أجوه أخوالي من الشمال للمنطقة تاعتنا خرجوا بالليل ما عندهم مش أي إشي حتى الأوراق المفروض يخدوها ما لحقوش يخدوها الدنيا برد مش عارفين وين يتجهوز إنت حكيت هاي الأماكن الآمنة وعمالك إنك بتقصف فيها في الثاني يوم الجيران تعوننا برضو لأنهم هما في نفس البناية يتوجهوا للمنطقة اللي هي فيما بعد الواد قصفوا العائلة كاملة كاملة يعني العائلة وهي بقيت بنت واحدة يعني بتدرس في مصر يعني إمها وأبوها كفيف وأخوها وأختها هذا المحتل ما فيه أي حدود لإجرامه وهو ما عندوش أي هدف معين هو هدفه تدمير وكل العالم تعاطف مع هرشيما ولحد الآن متعاطفين معها إحنا اللي قاعد بيصير فينا هلا أسوأ تجاوز القنبلة النووية تجاوز الأرض المحروقة تجاوز الإبادة الجمعية 825 عائلة في غزة تعرضوا لمجازر عائلات كاملة نمحت من السجل المدني يعني أكبر مجزرة كانت عندنا في الدير يسين الانتفاضات قد ما طولت وطولت سنوات ما وسطش عدد الشهد لهذا الكم يعني أنت الآن تحكي في 30 ألف مصاب ما بين مصاب وحالات حرجة 8 ألاف شهيد غير المفقودين يعني أنت تتوصل لعشر ألاف شهيد هل هم حطين حد معين عشان أنهم يوقفوا الحرب للأسف الأمم المتحدة أثبتت فشلها ببراعة يعني لا هو لا مجلس الأمن ولا جمعية عامة ولا إشي ليش هو أساسا سبب التأسيس تاعها أنا توصلت معهم أول مبارح كان في الصباح في أزمة كبيرة بالمية أزمة كبيرة وإنت بتحكي في كل بيت في أطفال يعني لو أنه بدك تحكي أنه الكبار ممكن أنهم يتم أنهم يدبروا أمورهم في أطفال في مستلزمات شخصية في كتير أشياء الآن أقل بيت في غزة فيه عشر عائلات إذا مش أكتر يعني أنت بتحكي الدار اللي كان بتأخذ أربع أشخاص الآن فيها خمسين ستين شخص يتم هدمها على رؤوس ساكنيها وإيشو الحجة تعيدهم ما فيشي ما فيشي أي إشي صادق لحد لحد الآن يستمر دخول بري بحرب نفسية بمحاولة تدمير المعنوية ولكن هذه أمور صارت يعني مكشوفة أتوقع وكمان بالغرب للأسف اللي إحنا مش قادرين نفهمه الصمت الصمت اللي عمالنا بنواجهه اللي مش قادرين نفهمه الأرواح هذه يعني يعني إحنا المفروض هنا لهدف معين مش قادرين نسايره مش قادرين نسويه يعني أنت بتقول أنا مش عارف مصير عائلتي اللي أنا هنا عشان أسندهم أنا مش عارف شو مصيرهم إحنا أصلا الشبهم مش عايشين إحنا شبهم ميتين هون لأنه إنت ما بتقدر تكون قاعد سليم وإنت ما بتعرف إذا أهلك بخير أو لا قلتلك من قبل إحنا كانت بخلال كل أيام الحرب ما بنطلع أبدا من البيت قلتلك بنضل على الأجهزة نتبع الأخبار بشكل متواصل يعني حتى النوم ما بنعرف ننامه لأنه ما بنقدر ننام حتى لو هم بدهم يقدروا ينام وإحنا مش رح نقدر ننام إحنا طول الوقت قلقانين طول الوقت خايفين طول الوقت على الأخبار طول الوقت بنستنى عأمل إنه يصير إشي جديد بنستنى نقول يلا فيه تدخل من جهة معينة أو يلا إن شاء الله بينزل يعني بينزل قرار بإنه وقف إطلاق النار وبكل مرة بنسمع فيه تهدئة وبنسمع فيه هدنة بيكون عنا أمل كتير كبير بنحاول الأدمى نقدر إنه نعطي أهلينا الأمل هناك في المكالمة الوحدة وإحنا اليأس محيط فينا من كل النواحي بس أدمى فينا لازم نحاول نكون أقوية ونحاول نعطيهم الأمل وإن شاء الله يا رب هذا الإشي يخلص يعني إحنا بنتمنى إنه يخلص لأنه تقريبا خلصت غزة انتهت غزة انتهت تماما ما ضل فيها أي إشي يعني هلأ مش رجعت لقبل خمسين سنة زي ما كانوا يقولوا بدنا نرجع غزة لقبل خمسين سنة هلأ غزة رجعت للعاصر القبل الحجري يعني هلأ بدها سنين طويلة جدا حتى ترجع توقف على رجليها الناس بس شعبنا صامد وشعبنا حر وشعبنا رح يضل مستقل ورح يضل بكرامته ورح يرجع يوقف على رجليه من أول مجدد بالنسبة للإنترنت صعب يعني صعب كتير أنه أنت تواصل معهم الإنترنت ممكن تواصل الاتصال دولي رغم أنه يكون كمان كتير مكلف وفي حال أنه مسك الخط معك لأنه الخطوط الآن يعني بعد معاناة لبينما أنه يمسك اتصال يعني أنت ممكن توعد اليوم كله عشان تقدر تمسك دقيقة اتصال معهم فهذا الأمر صعب ولما أطعوا التواصل لا يومين يعني 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 إحنا اتدمرنا تماما لأنه أي بني آدم أنت خلص بس تسمع صوتهم تقول الحمد لله لكل بخير بش مشكلة أما هم لما أطعوا التواصل معهم يعني دمرونا وشفنا العجز اللي عماله بسير وتخيل 360 كيلومتر العالم كله بحاربه العالم كله بحاربه يعني إحنا الآن كنا نقول بدنا ناشد فلان وفلان وفلان ولكن في ظل هذا الصمت والأرواح اللي بتروح ما أي مدينة إحنا بدك مليون سنة عشان ترجع غزة غزة بالنسبة يمكن لأي حدا مخترب عاش الحروب أنه يكون مع أهله أفضل بكتير يعني يمكن إحنا كنا منازلين إنه لو بفتحولنا الطريق طريق واحد إنه إحنا ندخل خلاص ويبدونا كلنا ليش إحنا نضلنا نتحسر هنا يدخلونا ما عندناش أي مشكلة وفعلا يمكن هذه وجهة نظر كل المختربين يعني إحنا كلنا فتحولنا الطريق على الأقل إحنا نكون مع أهلينا لأنه أنت بتقول هل يعني اللي عمالهم بفقده بتقرأ أنت أرقام وتشوف تقارير الأسماء عشان تقدر تعرف هل أنت صديق حد ما ما بتعرف لأنه هذا عدو هنعجي ما عنده أي استراتيجية فالآن يعني يعني الضعف أو صورة الانتصار اللي بترسمها برسمها قاعد على المدنيين وإذا إحنا بنناشد في الدول العربية هم مش قادرين يدخلوا إزازة مية مش قادرين يدخلوا الأمراض انتشرت حياة المدارس سيئة يعني أنت بتقول أقل مدرسة فيها خمسين ألف غير إنه الخيام لا تصلح العيش الآدم إذا يبعتوا قادرين مية فيعني المستشفيات اللي انقصفت الإسعاف لسه مبارح تاعة الهلال الأحمر محمة في اتفقيات الجنيف والقانون الدولي الإنساني فيعني يعني هو تجاوز كل إشي حتى بعد قرار الجمعية العامة والدول صوتت على الأقل إنه وقف إطلاق نار ضربها في عرض الحائط فيعني يعني حتى سبب قيام هذه المنظمة في إنها تحمي عمالها إنها بتفشل زي سابق العهد اللي كانت من قبل منها فيعني إحنا الآن في عجز صعب الله إحنا اللقاءات بتصير عبارة عن مجموعات يعني بالنسبة إلنا مثلا البنات بنكون إنه عن طريق بنكون مجموعات وبنضلنا قاعدين أغلب الوقت مع بعض اللي بكونه بعض بنضلنا إنه اتصار ربطين فتحين الأخبار نطمن على عائلات بعض بنحاول إحنا نوصل نكون نجرب ع كل التليفونات اللي معانا إنه نقدر نوصل لهم هاد الإشي اللي بنقدر نسوي يعني أما بالنسبة إلنا يعني يعني كثير سيئ ولإنه إحنا عشنا هذه الحروب هذه الحرب يعني يعني كيف كيف الصاروخ أطول من البناية اللي عماله بنزل ومجرد ما ينزل يعني بطلوا يستخدموا صاروخ أو اثنين صارت تنزل مجموعة مكثفة لأنها الهدف منها إنها تدمر مربع سكن يمش يتدمر منطقة معينة يعني هو هدفه إنه مش يرجعنا يعني يخلي غزة غير صالحة للعيش إنت مش هدف القضاء لا على حدم على جهة معينة أود إنت هدفك الآن فقط المدنيين لأنه إنت بتحكي نص الشهدة هم أطفال ونساء هم أطفال ونساء مين اللي تأذى مين اللي قاعد بدفع التمن لبنك استهدافهم رسالتنا لللي بقيده سلطة إنه يقدر يوقف هذا الإشي إحنا بنناشد العالم كله إنه هذا الإشي يوقف لأنه كل وقت بمر وكل ثانية بتمر في أطفال قاعدة بتموت في بيوت قاعدة بتتهدم في مستقبل قاعد بيت حطم فرسالتنا للعالم كله إنه يوقف معنا من أصغر حدا حر لأكبر حدا قادر يعمل إشي ويساعد فلسطين لأي حدا عنده إنسانية يقدر يساعد الأطفال الأبرياء تعبنا من كلمة نناشد ونندد ونستنكر هاي الكلمات كتير صارنا نسمعها شو يعني أنت بتكون قاعد وعارف إنه في طفل عربي زيك زيه مسلم وحتى لو مش مسلم في طفل قاعد بيموت في طفل قاعد بيتهدم في بيوت بيقبل إنه يثير في أي حدا في العالم دايما منتوجع واجع أي حدا بس في وجعنا مش لقيين حدا قادر ينتشرنا من هذه الشغلة الآن الرسالة ده تكون بالنسبة إلنا واضحة إنها أكتر كل شخص ضمير حر وفعليا قادر إنه يغير كنا كان عندنا أمل كبير في إنه هذه العملية دخط الدماء في الأمة العربية والإسلامية قضية فلسطين قضية إسلامية في الدرجة الأولى إنسانية عربية فإحنا شايفين إنه الصمت هذا لا مبرر له بناشد كل ضمير حي يوقف إطلاق النار يعني اللي خسرناه بكفة يعني إحنا بالنسبة إلنا تضم رمضينا ومش عارفين إيش المصير اللي راح يصير نسأل ربنا إنه يكون خير وصاندين وكل إشي في ده فلسطين مش مشكلة بس عشان الناس يعني حقن الدماء خلص بكفة هذا الإشي لازم يوقف وقف إطلاق النار لازم يسير الأمم المتحدة عجزت أمام هذا الإشي لازم إنه العربي وقفه جامعة الدول العربية أنوا دورها وين دورها اللي قاعد بيسير في كل التدخلات اللي صارت كان في ثواني إنها تتسير الآن إحنا بنستنى الأمم المتحدة وعجزت في هدفها الأساسي في تحقيق هدفها الأساسي عجزت بعد 25 يوم من الحرب وخمسة وعشرين يوم خلفت الحرب اللي ما عشنوش في السنوات اللي هو حرب 2014 كانت أطول حرب 51 يوم ما وصلش لهذا الدمار لهذه الأشياء اللي بنشوفها 2008 راموا في صفور أبيض لم تصل لهذا الحد في هذا الدمار يعني يعني وين الدول العربية ليش عاملين جامعة الدول العربية ليش عاملين ليش عاملين منظمات عربية لسه بعد هذه الأعداد الشهداء بعد هذه الأشياء لسه بدنا نضل نستنكر وندين لبينما إنهم يبيدوا غزة تماما يعني إيش بيستن ما دلش حد ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة